بينما لا يزال تدريس اللغة الإنجليزية في المغرب مقتصرا على التعليم الإعدادي عممت وزارة التربية الوطنية دورية لتأميمها كشف عبد القادر الفاسي الفهري المدير السابق لمعهد الدراسات والأبحاث حول التعريب عبد القادر الفاسي الفهري أن الملك الراحل الحسن الثاني وافق منذ نهاية القرن الماضي علمت أن الحسن الثاني حسن الثاني على تدريس الإنجليزية في التعليم الإبتدائي لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع وتابع المتحدث ذاته متسائلا لماذا تأخر تطبيق هذا القرار الذي جاء من رأس الدولة؟ لماذا كان تطبيق هذه القرار التي جاء من رأس الدولة؟ ويجيب عن السؤال الذي طرح بالقول ويجيب عن السؤال الذي طرح بالقول الخلل في السياسات اللغوية هو أن الحكومة لا تطبق القوانين والمواثيق ويرى الخبير في اللغة أن سبب الفوضى اللغوية ببلدنا ويجيب عن السؤال الذي يعتبر أن الحكومة اللغوية في المنزل راجع إلى غياب إرادة سياسية لعقلنة المشهد اللغوي بما يعيد الاعتبار للغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية وانتقد المتحدث ذاته إلى أهمية كبيرة للغة الفرنسية في المغرب قائلا لا أحد من علماء التخطيط والإدارة اللغوية يفهم معنى وانتقد المتحدث ذاته إلى أهمية كبيرة للغة الفرنسية في المغرب قال لا أحد من التخطيط والإدارة اللغوية أفهم فمن تخطيط الفرنسية في جميع القطاعات ولماذا استفردت بها مثلما هو الحال في تعليم العلوم للإقرارات الأول تخطيط الفرنسية في المغرب and why it was singled out as is the case in science education.